إنما ذكر الحج لأنه أعظم ميقاتٍ زمانيٍ يجتمع المسلمون بشأنه في بقعةٍ واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجُّ عرفة قول الله عز وجل في صورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون قال بعض أهل التفسير سأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة عن الفائدة منها وعن حكمتها وبعضهم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاتها ما شأنها ما بالها تبدو صغيرةً ثم تكبر ثم تصغر وعلى كلٍّ فقد أرشدهم الله عز وجل إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم فقال الله عز وجل هي مواقيت للناس والحج هي مواقيت تنفعهم في أمر دنياهم فبها يوقتون ديونهم وبيوعهم وشراءهم وإيجاراتهم وغير ذلك وهي مواقيت لهم في أمر دينهم كما وقت الله عز وجل دخول رمضان برؤية الهلال أو بإكمال العدة ثلاثين وكذلك الخروج منه وكذلك بعض الكفارات وهنا ذكر الله عز وجل الحج بخصوصه قال بعض أهل العلم إنما ذكر الحج لأنه أعظم ميقاتٍ زمانيٍ يجتمع المسلمون بشأنه في بقعةٍ واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقال بعضهم إنما ذكر الله عز وجل الحج بخصوصه هنا توطئةً لذكر أحكامه في الآيات التي ستأتي بعد هذه الآية بآيات في صورة البقرة في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله ترجمة نانسي قنقر